الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركياء الشرعية. النهاردة هنتكلم عن رؤية صلاة الزهر في المنام. سواء شاف الرأي انه بيصليها لوحده او بيصليها في جماعة او يشوف انه هي الصلاة فاتت منه. هنعرف اهم تفسيرات المتعلقة برؤية صلاة الزهر. لما يشوف الشخص انه بيصلي صلاة الزهر في جماعة فدي بشارة بقدوم خير بقدوم. كمان بشارة باندهاء حزن او باندهاء فترة فيها هموم او فترة فيها قلم. كمان آآ بشارة باستجابة آآ دعاء وتحقيق احلام وتحقيق تموح. كمان لما يشوف الشخص انه بيصلي آآ جماعة في المسجد فآآ لو كان اعزب فمن الرموز المتبشرة بالزواج والزواج في وقت قريب من زوجة صلحة آآ وكمان آآ هيكون في آآ سعادة وهيكون في ود ومحبة آآ ما بينهم. آآ كمان رؤية آآ لما يشوف الشخص انه بيقدي صلاة الجماعة مع زوجته في المنام فبشرة بود وسعادة ومحبة هتجمع آآ ما بينهم. آآ عدم اكمال الصلاة آآ خصوصا آآ صلاة الجماعة فالرأي آآ بيحاول انه يحقق حاجة يحقق هدف يحقق آآ التموح معين ولكن في تعطيل لسبب آآ 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 ولكن يعني هيكون في نهاية للتعطيل دي وهيحقق الهدف اللي هو آآ كان آآ بيتمناه. كمان لما يشوف الشخص انه بيصلي صلاة الجماعة لو كان مريض فمن الرموز المبشرة لي بالشفاء وبخلاصه من هموم وكمان بشارة لي براحة آآ وتمؤنينة. صلاة الظهر في المسجد للفتاة العزباء بشارة لها باقتراب معاية الارتباط سواء بخطوبة او آآ بزواج. كمان صلاة الظهر آآ في جماعة للفتاة العزباء من الرموز برضو اللي بتدل على زواجها من شخص مناسب آآ من شخص هيكون على خلق وشخص هيكون حسن الطباع وحسن السمع. الفتاة العزباء ما تشوف ان هي يعني قضعت الصلاة وما قدرتش ان هي تكمل فمعنى كده ان هي هترتبط بشخصة لكن الشخص ده هيكون آآ غير مناسب وفي الغالب مش هيتم الزواج يعني هيكون آآ خطوبة بس مش اكتر. آآ كمان صلاة الظهر للفتاة العزباء من الرموز اللي بتدل على اقتراب آآ او اقترابها من الله سبحانه وتعالى آآ وعلى مواصبة بالعبادات وعلى ان هي شخصية ملتزمة. كمان لما تشوف ان هي بتقوم بصلاة الظهر في المسجد وهي الامام فمعنى كده ان هي هتقدم نصيحة للناس هتدلهم على طريق الصحيح هتكون هيكون لها مكانة بين الناس بشكل عام. كمان المرأة المطلقة. المرأة المطلقة لما تشوف ان هي بتقدي صلاة الظهر. فآآ من الرموز اللي بتدل على قدوم خير ليها. كمان بشارة بآآ بشارة برزق هتحصل عليه. كمان لما تشوف نفسها ان هي بتصلي مع شخص هي متعرفوش في المنام. فده بشارة ليها بالزواج مرة تانية من رجل صالح ومن رجل هيكون فيه ما بينهم حب وموادة. صلاة الجماعة بالنسبة للرجل او صلاة الظهر بالنسبة للرجل. آآ لما يشوف انه بيصليها في جماعة. فمن الرموز اللي بتدل على زواجه لو كان هو اعزب او زواج حد من ابنائه. كمان آآ من الرموز اللي بتدل على آآ رفعة وعلى مكانة بين الناس وعلى كلمة مسموعة. كمان الرجل لما يشوف ان هو بيصلي صلاة الظهر الامام. آآ فمن الرموز اللي بتدل على حصوله على رزق ورزق كبير كمان بشارة بجدوم خير آآ كتير. كمان صلاة الظهر من الرموز اللي بتدل على الترقية هيحصل عليها الشخص في عمله او حصوله على منصب. كمان رؤيت ان هو آآ بيزجد في الصلاة آآ فبشارة ليه بتوبة وبهداية وبقرب من الله سبحانه وتعالى. المرأة المتزوجة. المرأة المتزوجة لما تشوف انها بتظلي الظهر آآ في المنام فتبشارة لها برزق وبقدوم خير وبقدوم آآ آآ يعني هي هترسق باموال وآآ خير قادم لها. آآ كمان لما تشوف انها بتقدي صلاة الظهر فمن الرموز اللي بتدل على نهاية بتقوم بواجباتها بافضل آآ طريقة وانها بترعى اولادها وبترعى آآ آآ زوجها. كمان لما تشوف ان زوجها هو الامام وانه بيصلي بيها صلاة الظهر آآ مع مجموعة من الاشخاص فمعنى كده انه هيحصل على منصب او على مركز آآ كبير في عمله او على مكانة كبيرة بين الناس. كمان لو كان عندها ديون فمن الرموز اللي بتدل على خلاصها من الديون او سددها للديون وخلاصها من هم او من مشاكل. كمان المرأة المتزوجة لو كانت بتعاني من تأخر في الحمل. وشافت ان هي بتزلي آآ صلاة الظهر وان هي اتمتها. فمن الرموز اللي بتدل على آآ حمله وعلى انجاب خلال فترة آآ قريبة. آآ كمان لو كان عندها خلافات مع زوجها وشافت ان هي بتقدي صلاة الظهر. فمن الرموز اللي بتدل على انتهاء الخلافات دي او انتهاء المشاكل وبيكون بشارة لها بحب ومواده بينها وبين آآ زوجها. لما تشوف ان حد من ابنائها هو اللي واقف امامه بيصلي الظهر. فآآ من الرموز اللي بتدل على انه ولد بار ولد صالح وكمان آآ هيكون ليه مكانة بين الناس. كمان المرأة المتزوجة لما تشوف نفسها ان هي بتصلي الظهر ولكن عكس اتجاه الابلة فمعنى كده ان هي هتقع في معصية او هتقع في زنب. كمان لما تشوف ان هي بتصلي عكس الابلة فمعنى كده ان هي بترتكب آآ عمل سيء او سلوك سيء وعليها ان هي آآ يعني ترجع آآ مرة تانية. صلاة الظهر في المنام من بشكل عام من الرموز اللي بتدلها على فرج وعلى بهجة وعلى تحقيق احلام وتحقيق امنيات. عما يشوف الشخص انه بيتوضى لصلاة الظهر لو كان عنده آآ ديون فمن الرموز اللي بتدل على سداد ديونه وعلى خلاصه من هموم او خلاصه من مشاكل. سجوء السجود في صلاة الظهر بشارة بتوبة وبتحقيق امال وبتحقيق اهداف دي الرائي. كمان لما يشوف انه واقف بيصالي صلاة الظهر يعني مع الابلة فبشارة ليه بزوال همه. كمان صلاة الظهر فيه جماعة من الرموز برضو اللي بتدل على استقامة آآ ليه الرائي وعلى قربه من الله سبحانه وتعالى. لما يشوف ان صلاة الظهر فاتت عليه رؤية فوات صلاة الظهر. فدي من الرموز اللي بتدل على آآ آآ رجوع ومرة تانية لله وعلى توبة وعلى هداية وعلى آآ استقامة آآ آآ ده لو كان شخص يعني بيرتكب باز زنوبه. كمان لما يشوف ان صلاة الظهر فاتت عليه فمن الرموز اللي بتدل على ان هو بيعمل زنب وعليه ان هو آآ يوتوب. كمان الفتاة العزباء ما نشوف ان هي بتأخر صلاة الظهر. فبرضو من الرموز اللي بتدل على ارتجابها معصية او ارتجابها زنب ولسه آآ ما تبدش آآ منه. آآ ده كده كده اهم التفسيرات المتعلقة برؤية صلاة الظهر في المنام. آآ بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. آآ لو فيه اي سؤال او استفسار اكتبوا ليه تحت. وانا ان شاء الله رد عليكم. بشكركم جدا ونشوفكم ان شاء الله في فيديو قديم. ماه سلامه. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة